اشتركوا في القناة واحد معه التهاب معي ذي حاد فالطبيب أخضعه لحمية قاسية جدا 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 قال له حليب ستة أشهر والتاني معه ورم خبيث منتجر بكل جسمه الأول سأل ماذا أكل قال له حليب فقط ستة أشهر والتاني قال كل ما شأت قاله أفضل حمية مع أمل بالشفاء لما أن تأكل كما تشاء وما في شفاء في موت شو الآية تقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا فإذا هم مبلسون وعكس هذا الرضا أن أؤمن في داخلي أن ما جاء من الله هو خير مطلق وإن دعت بشرية إلى الحزن أو الخوف هذا لا تعرض مع الرضا لا يتناقض أبدا مع الرضا لكن كما تفضلت اليقين يتناقض مع الصخط نعم إيشو عامل لك يا ربي ليش فلان معه المماعين هذا هو الصخط هذا الصخط سواء أن تلفظ به أو آمن في قلبي مو شر تحكيه هذا الصخط وهنا يأتي الحديث فمن رضي فله الرضا من الله سبحان الله ومن سخط معناها ما بيعرفه لا الله سبحان الله السخط ما بيعرفه لا إذن قلب يقن بأن ما جاء من الله خير وإن دعت بشريتنا إلى نوع من الخوف أو الحزن طبيعي لكن لا نسخط فنغضب ونعترض على أمر الله ولا بذات الوقت الإنسان يدعي المثالية ولا نقول يا رب إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزنون جميل طيب شيخ الكريم كيف يمكن الإنسان أن يصل مرتبة الرضا يعني أحيانا الإنسان يسخط يغضب يتعب كيف يتنازل عن هذه ويصل للرضا بقدر معرفتك بالله ترضى الرضا أليل بكون معرفة قليلة فإذا زادت معرفته بالله الرحمة كلها عند الله ونعمة بالله أبدا رحمن رحيم رحمن في ذاته رحيم بأفعاله لما تجي مصيبة وتمنع إنسان من معصية وتاب وصار عالم كبير ولي كبير بدوب محبة للمصيبة اللي أجته يعني أب طبيب وعنده ابن جاءه بعد عشر سنوات من زواجه وكان جميل الصورة وتعلق به تعلقا مذهلا ثم اكتشف الطبيب الأب الرحيم الولان بابنه مع ابنه التهاب زائدة بيتخذ للأب الطبيب قرار بتخديره وفتح بطنه واستئصاري الذائدة هيك فعلة الله عز وجل دقطة دقيقة بس بهمني اشرحها بس بيدقة بالغة كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم لوم القيامة في أوسع من هيك دائرة دائرة مكانية بالخمس قارات وزمانية من آدم لوم القيامة كل شيء وقع أراده الله يعني سمح به لحكمة الإلهية لم يأمر به ولم يرضه والإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلقة يعني الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما الله يفتح لك والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله حاشا والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق يعني شر مطلق بالكون ما فيه لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله يعني شر للشر ودور الإنسان أن يرضى وأن يؤمن بأن ما جاء من الله خير الله يفتح لك لكن إذا إنسان رضي وما فيهم الحكمة كسب أجر كبير نعم لأن حين الحكمة تكون مخفية مخفية لكن بعد حين في ظاهرها شارع يكافأ هذا الراضي ببيان الحكمة وحينما تخفى الحكمة فيذوب المؤمن خجلا من الله حينما تخفى الحكمة يكون اليقين يقين ترجمة نانسي قنقر